دينا رحلنا بأولى فقراتنا لليوم وبمشاركة 80 راقص و30 موسيقي ستحيي فرقة أجيال للمسرح على راقص اليوم حفل الافتتاح لاحتفالية يوم وزارة الثقافة الذي يقام سنويا بمناسبة ذكرى تأسيس وزارة الثقافة وهذا العام سيكون الاحتفال تحت شعار ذاكرة وطن أكيد ميسان فرقة أجيال انطلقت من عام 2007 وتضم عروض للكبار والصغار من أعمال سحر المحبة حكاية وطن أبواب المسجد حفل الخاص الذي والاحتياجات الخاصة بعنوان إيد بإيد لنحكي أكثر عن تحضيرات حفل الافتتاح بمناسبة يوم الثقافة بيسعدنا أن نرحب بمسجد أحمد وباسل حمدان مديري فرقة أجيال للمسرح الراقص ومخرجي العمل المسرحي بسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بسعد صباحكم بسعد صباحكم نعرف أنكم عم تعملوا هلأ بالتحضيرات وتعباني بس كان لابد أنه نحكي عن العمل اليوم استاذ مجد نحن نبدأ مع حضرتك تخبرنا كيف التحضيرات للاحتفالية اليوم موجودة هلأ نحن للحقيقة يعني صرنا تقريبا فترة شهر وعشر تيام عم نحضر لهذه الاحتفالية مثل ما تفضلتي أنه بمشاركة عدد كبير خمسين من الشباب وثلاثين الأطفال وموسيقيين العمل مدته ستة وعشرين دقيقة بيحكي عن أركان الثقافي بشكل عام يعني عن الفن التشكيلي عن مسرح الدماء الموسيقى والغناء السينما يعني فيه إضافات شوي يعني بهذا العمل عم نحكي عن الثقافات الموجودة عنا بسوريا هي الحالات الثقافية الموجودة عم نحكي عن فيه شي مثلا من خلال فكرة لوحة قوز قوزة حيية بالمظلات حاولنا أنه نكون نكون موجودين بستة وعشرين دقيقة قدر الإمكان نحكي عن أركان الثقافي الموجودة بوزارة الثقافي لنقول تحت عنوان هو يوم الثقافي نعم تعريفي يعني تماما بالضبط بعسلة شو الجديدة على صعيد الصورة بالعرض المسرحي يعني شو الجديد اللي عاملينه بالافتتاح بيوم الثقافي على العرض الحقيقة كله جديد أفكار جديدة يعني أفكار ما بتشبه الأفكار اللي اشتغلناها سابقا نهائيا كل لوحة كل ركم الثقافي اللي عم نشتغل عليه عم نجلسته بطريقة مسرحية راقصة إن كان بالسينما إن كان بفن التشكيلي باستخدام رأس باستخدام ستاندار الرسم بتخيل أول مرة عم نشغل بهذه الطريقة كل رأسة فيها الأكسسوار مختلف عن الآخر كل رأسة فيها غنى على صعيد الصورة والإضاءة والأكسسوار والملابس لحتى نوصل العرض بطريقة صحيحة للمطلقي لازم كل مرة نقدم حانة بطريقة مغايرة حتى ما نقع بمطب التكرار الحمد لله يعني اليوم إن شاء الله الله بيوفقنا ونقدم عرضي يكون مجد عرض يعني 25 دقيقة هو عرض افتتاح يعني ما هو مثل العروض العادية بتكون 40 دقيقة و45 دقيقة وما فوق هو عرض مختصر جدا ولكن عرض مكثف يعني في كل تفاصيل طهما رسالة هذا اليوم طبعا طبعا وقت بيكون العرض مكثف مثل ما ذكرت يعني بعصال قديش بتوجب عليكم بتحملكم مسئولية إنه أنتوا عنكم بس هتلعتين دقيقة و هتلعتين دقيقة بتكون توصلوا أفكار كيف لازم كل أفكاركم تحطوها بهذا الوقت وخصصا أنه في عنكم ثلاث أفكار معينين يمكن لازم تركزوا عليهم هلا مثل ما تفضلت هو يعني موضوع أنك أنت تحاولي تشتغلي توصل الرسالة بهذه الطريقة بهذا الوقت ومهم كتير خطيرة ليش لأنه نحن على صعيد الموسيقى على صعيد الأكسسوار على صعيد التقنية خصوصا بالشاشات الإضاءة التعامل مع الراقصين أرض المسرح خصوصا أنه معنا نحن أطفال كيف أنت بدك نتقلي من لوحة للوحة كيف أنت بدك نتقلي من خلال كمان نحن عرضنا بتميز بالشغل بالأكسسوار نحن ما قالك نحن ستاندارت رسم معنا خمسة عشر ستان عم نتحرك فيهم بحركة راقصة مع الراقصين نحن عم نشتغل مثلا بالبالي في عنا صورة إلى علاقة بالريش الكبير اللي عم يشتغلوه الأطفال هو ذلالي على الشي يعني هن الحمام للسلام في عنا لوحة الماريونيت عنا لوحة هي نحكي عن مسرح الدمى في عنا حبال عم تنزل من الستيج من فوق إلى علاقة بمسرح الدمى ففي حالات بدأتكون كتير دقيقة التعامل معها سريعة وسريعة من خلال نقلات اللوحات من خلال تغيير الملابس من خلال التكنيك الإضاءة فهذا بيتطلب جهد بيتطلب وقت وتحضير مسبق لهذا الحكي إن شاء الله يا رب نتوفق نحن يعني لهلأ الساعتنا عم يعني هيك عم نعدل بعض التفاصيل بتعرفينه بيضل الشغل الآخر لحظة ممكن أن يكون في تعديلات إن شاء الله يا رب هيك نكون موفقين اليوم إن شاء الله خلينا نحكي شوي عن الطابع الموسيقي يعني الأغاني من توقيع المايسترو نزيح أسعاد خلينا نحكي شوي كمان عن الطابع الموسيقي اللي اعتمدتو أو معتمد بحفل الافتتاح طابع الموسيقي كل لوحة راقصة أو كل ركن ثقافي عم نحكي عنه بيفرض موسيقته لحاله يعني بتحكي عن السلمة تعملي موسيقى مختلفة عن الفن التشكيلي يعني بطبيعة الحال راح تكون الموسيقى مسرحة دوم راح تكون مختلفة فكان عندنا تنوع موسيقي كبير بهذا العرض مثل ما قتلك لأنه لما اللوحة بالكافي أكثر من اللحن طبعا لما اللوحة كل لوحة موضوع فكل موسيقى موضوع فرح تكون مختلفة على سعيد التوزيع الموسيقي على سعيد اللحن على سعيد الستايل الموسيقي راح ينشغل بكل لوحة فهذا الشي مرتبط بطبيعة العمل ومشكر الأستاذ نزيحي اللي كان عم يشتغل معنا طول هاي الفترة وموجه تحيينا كل الكادر اللي عم يشتغل معنا لأنه الحقيقة تعبنا بفترة التحضير وإن شاء الله هيك يا رب كل نتائج حلوة إن شاء الله وقت بيكون عنكن عمل مسرحي قداش التكامل بين الموسيقي بين الراقص بين المدرب وبين فني الصوت وبين كل تفاصيل من هالتفاصيل بيساهم بنجاح العمل وقداش في صعوبة لحتى يمكن ديروا كل هالأشخاص سواء لحتى توصلوا للصيغة المطلوبة هلأ لما بيكون في محبة والكادر كلياته بيحب بعض فهو قلبه على بعض فأنت هاي يعني فينا نقول هذا جزء كبير بريحك نفسيا إضافة لأنه نحنا لما نكون موزع المهام بين كل الكادر الموجود معنا نحنا الموسيقي عم يشتغل عم نروح نحنا على الاستوديو عم نظلم يعني مواكبين هاي اللحظات التعديلات فأنت كادر الموجود معك لما بيكون صح عم يشتغل ولما بيكون هو قلبه بالعرض ومع تفاصيل العرض لأنه نجاحه من نجاحنا ونجاحنا من نجاحه كتير هذا الحكمهم الكادر لما بيكونوا ترابطين مع بعض وعرفانين مسبقا شو بدنا نشتغل كيف منا نفوت الفكرة حتى التدريب حتى نقدر نكون نحنا كلياتنا بصغية هن لازم نكونوا هن بيتفاصيل كل العرض من كل اللحظات اللي موجودة العدد الاكسسوار اللوحات النقلات الإضاءة خصوصا من معنى عدد كبير الكادر الفني الموجود كمان بالكواليس هدول كلهم شباب يعني هن من صلب العرض لما بيكونوا هن مجموعين معنا بطريقة كتير مهمة نحنا إن شاء الله بنكون كلياتنا مع بعض لأنه كلنا بنكمل بعض خصوصا اللي عم يشتغلوا على الستيج برات الستيج كيف يتناهم بين عددكم بالعمال؟ طبعا لازم نوصل لصيغة التناغم ونكون قلبنا على العرض حتى أنت تقدري خلاص تحسي أنه موضوع الإضاءة بأمان موضوع الكواليس بأمان المدراء المنصة اللحن الموسيقى المشرفين اللي معنا على الكواليس هدول كلهم يكونوا مضبوطين صح أنت إن شاء الله بتفوتي بطريقة صحيحة كان لازم يكون في هيك تناغم مثل ما قلنا بين الرقصات والموسيقى وحتى طريقة الإخراج والأكسسوار مثل ما قلته 80 راقص 30 موسيقى الفئات العمرية المشاركة خلينا نحكي عنا شوي تعذبتوا مع فئة عمرية معينة كانت في تعاون كيف شفتوا الحماس ردود الفعل على الشيء اللي عم تعملوا وتقدموا الحياة في فرقات أجياء كلها مشاركة في كل فئات العمرية يعني كل الفئات العمرية من الأطفال يعافعين الشباب فمثل ما قالك مجد كان يعني خليت نحل اللي عم تشتغل بهذا العمل الحياة ما حدا عزبنا نهائيا لأنه كلهاتهم يعني بالنهاية عم تشتغلوا لنجاح هذا العمل من أصغر طفل أكبر شاب موجود بالفرقات أين أصغر فئة كانت؟ يا أهلا في عنا طفل تمان سنين تمان سنين موجودة لوحة البالي مشاركة معنا بالعرض وولا غفيت يعني في 23 سنة في عالم موجودين معا كلهم محترفين راكسين محترفين هذا الشيء يعني هو العدد الكبير الحياة يعمل أرباك بطريقة ضبط ضبط للناس بالكواليس والأخرى بس الحقيقة هني متعاونين لأقصى حد يعني معنا بهذا الموضوع ويعني إن شاء الله هيك بكل أمور جيدة ومنطلع بعرض جيد يليق بوزارة الثقافة ويليق بفرقة أرجيال خلينا نحكي شوي هيك نرعا حكينا عن العرض نحكي عن فرقة أرجيال بال2007 بلشتوا يعني بلشتوا بعدد معين وكلما أنا عم تكبر يمكن الفرقة شوي شوي وعم تقدر توصلوا للشيء اللي تمحتوله من نوقت ما بلشتوا لهلأ أدي حسيتوا هيك في تغيرات صارت وواكبت فرقة أرجيال هلأ مثل ما تفضلتي من لما بلشنا 2007 اليوم الشباب هني يعني عام 2007 لما بلشنا كانوا أطفال كان فكرة أرجيال هني صغار أطفال كبروا هدول الأطفال اليوم موجودين معنا شباب ما قال لك باسل بعمر الشباب اليوم في منهم عم يدرسوا اليوم منهم بحالة يعني ثقافية وحالة يعني علمية كتير مهمة معنا اليوم طلاب طب طلاب صيدة للجامعات عم يشتغلون من وقت ما تأسست الفرقة فنحنا نطلق فكرة أجيال من هذا المبدأ أنه نحنا جيل وراجيل لما عم يكبروا الشباب عم يضلوا موجودين عم يكون في رديف بعديهم جيل صغير عم يطلع يصيروا يافعين صيروا الشباب حتى نحاول نحنا مثل ما بيقولوا أنه كل مرة نحنا نردف فجيل ورجيل مشان يكون تتحقق معنا أجيال وفي هذا الإقبال من العمر الصغير يعني فيه ناس عم تحب أنه فعلا تأخذ أطفالها بهذا المنحة منحة المسرحي الرقص أول فترة للأماني كان فيه يعني يعني مو صعوبة كان فيه عدم تقبل يعني أنه شو ولد عم يرقص لا لما عم يحضروا الحفلات لما عم يحضروا المسرحيات يشوفوا أنه فيه أفكار هادفة عم تتقدم بالنسبة للأطفال مو مجرد بس أنه والله أنه عم يطلعوا ويقدوا شيء لا فيه أفكار نحنا بيعملنا إلى الهدف إلى الرسالة أحسن الطفل ما يروح يكون بمكان تاني مثلا عم يلهي حاله بأصاص بشيء تاني يستثمر وقتهم تماما هو عم يستثمر وقته برياضة بالثقافة عم يتعلم ثقافات عم يتعلم رأس عم يتعلم شيء له علاقة بالمسرح يتعلم حياة يعني حياة تماما هو عم يختلط بالمجتمع عم يشوف العالم هو فعليا الطفل بصير يعني عندك أطفال كتير بيجوا أحيانا عندنا من الأهالي بيبعثوا أطفالهم والله بحسوا شوي يعني الطفل انطوائي شوي كذا لما بيفوت مع الأطفال ويصير يلعب معهم هاي الحالة بتروح كتير في عالم في كتير في عالم من الأهالي أنه شكرا كتير أنه صار في ردات فعل من الطفل تغيرت حسينا أنه نفسيا اختلط معرفاته صار عنده جراء صار عنده شخصية قوية شخصيته هاي الحالة كتير تعرضنا إليه وكتير كانت إيجابية بالنسبة له الفرقة هلأ بنا نرجع لإلكون هلأ دائما الإخراج أو إدارة فرقة على مسرحة يمن أصعب أنواع الإخراج خليوا لأنه المساحة محدودة وحتى يمكن الأفكار أو الإمكانيات بتكون محدودة أكتر من مساحات تانية فخلونا كمان نحكي عنكم كيف تعاملتم مع هذا الشيء خاصة أنه يوم افتتاح يوم الثقافة يعني كيف رح تتعاملوا مع هذا الشيء بالإمكانات الموجودة بأفكار المحدودة الموجودة هلأ يعني بداية العمل لما خططنا نكون موجودين بهذا العمل كان فيه سيناريو واضح للعمل كان فيه شيء مرتب مسبقا قبل ما ندخل تحضيرات تتشاركوا الأفكار مالو خلافه ولو صالح العمل يعني هي أمور يعني العلاقة بالتفاهم بين الأشخاص واسلوب عمل الحقيقة نعود ونحط وراء نشتغل عليه اليوم أنا بدي أعمل هيك اليوم أنت بدي أعمل هيك يعني فيه يعني منحضر نحن مسبقا قبل التحضير قبل بيوم البروفا أنا بدي أعمل اليوم هذا الشي أنت بتعمل هذا الشي كيف تدخل الفرقة كيف تطلع يعني فيها فعوبة ما أنا هيني نحاول نعمل دمج بهذه الطريقة حتى نحن نصل للصورة متكاملة وما في بالرأي ما في حكر على حدا يعني ما في التشبس بالرأي لا متجاه ولا متجاه الشي اللي بيشوفه صح أنا فورا بقول عليه صح والشي اللي بيشوفه صح فورا نقول عليه صح ما بسجامل فيه في تكامل جامل ميخسر الشغل ما في موجامل إذا كان فيه شي لصالح الشغل بالعكس حتى لو كنت أنا غلط أو هو غلط نحنا منتقبل لبعدين يعني بالنهاية الفكرة أنه نكون صح لما بيكون فيه توافق محبي لأنه أنا بيكون عم بيحكي شي لأنه أنا هذا العرض إلي مثل ما هو إله مثل ما هو للفرقة مثل ما نحنا من نتيجة بدنا نتيجة تكون صح كيف وفي عنا أصدقاء وفي عنا رفقاتنا واللي موجودين معنا بالكادر ما عنا أي مشكلة من وجهات مظهر تكون صحيحة ممكن نحنا أنت بمرحلة التحضير بتوصل لمرحلة أنك أنت فيه لحظات معهم تشوفيها صح ممكن من المحبين أنه الشباب تفصيل هيك كذا كذا أنت ما بتكوني شايفتي ويكون غايب عني بس سريعا نعرف محضرين شي بعد يوم الثقافة فيه شي فعالية خاصة فيكم بفرقة أجيال إن شاء الله عم نحضر هيك شي للأعمار للأطفال واليافعين مو الشباب شباب ننريحهم شويكة ونصار عنا شي إن شاء الله موجود عنا بعد فترة إن شاء الله بنبلش تحضير في عمار السنة والاوالفين وعشرين منشوفو باوالفين وعشرين إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق يا رب ونكون اليوم تأدوا كل شي بنجاح وكل خطواتكم تكون مرافقة النجاح يا رب والتوفيق نتمنى لكم التوفيق ويكون يوم افتتاحي مميزة لكم تفرحوا بالنتاج إن شاء الله ويعطيهم العافية لكل الكادر الموجود معكم شكرا نكتير شكرا نرا